صادر بعد انتهاء أعمال مؤتمر أوضاع شرق السودان وهو أحد ملفات قضايا الحل النهائي للاتفاق السياسي قالت الآلية الثلاثية في السودان إن المخرجة من أزمات شرق السودان يكمن في الوصول إلى توافق سياسي بين مختلف القوى والتنظيمات في الإقليم كما دعت الآلية السلطة الانتقالية المقبلة في السودان إلى الارتزام بالمشاركة السياسية العادلة لممثل الشرق في كل مستواجات الحكم الاتحادي والولائي ومن جهته قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان إن الجيش دعم الاتفاق الإيطاري عن قناعة لأنه يعالج مشاكل السودان وأضاف أن الجيش لا تخيفه قوى الحرية والتغيير ولا أي جهة ولن ينتصر لأي مجموعة سياسية ضد مجموعة أخرى كما طهلب قوى الحرية بأن تقبل الجلوس مع بقيتها القوى السياسية عشان كده نحن نطمن أهلنا ونطمن الناس لكلهم أنه والله نحن في قيادة أقوات المسلحة وفي قيادة الدولة قبلنا أنه نمشي في الطريقة نحن نستمشي فيه نحن لما قبلنا ودعمنا الاتفاق الإيطاري نحن نتكلم عنه لن نكون أكبر أمود ونحن نكون أكبر همجمع responsسي لأن هذه الأاتفار الإطاري ين команدة هو من شاكل السودان نحن لم نكون أكبر المركز لتعرف البرنا walterheel ولا إذا كنامل ق coincthroughن كل الهدات الوطنية نحن لني قبلناه مريضات بالسودان ولا نكون معهم لا نكون مع المرية والتغيير ولا نكون مع البرنا في القهى ولا نكون مع khác نحن نكون مع السودان مع السودانيين الجيش السوداني هذا ما عبر عمر البشير ولا عبر الإنغاز قاعد قبلهم وهن جانبوه وحيصال قاعد بعدنا نحن برضو حيكون قاعد حتى كده بلات برضو يخدعوا الناس وغشون ولوما الجيش يوم كيزان الجيش فيه معارف لا يقولونه كذب لا يقولونه كذب الجيش ما فيه وكيزان ولا فيه أخوان الجيش لا يجب السودان الجيش بطني الجيش قاعد يعاني للوطن لا يجب السودان ومن الخرطوم ينضم إلينا الكاتب الصحفي عمر عوض لمناقشة هذا الملف السيد عمر أهلا بك على شاشة الحدث وفي بيهج أخبار ليلى سيد عمر لنتحدث عن ملف شرق السودان هذا الملف الأمني من أبرز ملفات الحل النهائي ورشة قضايا شرق السودان خرجت ببيان هذا البيان يقول إن المخرج من الأزمات أو أزمات الشرق هو الوصول إلى توافق سياسي بين كل القوة في الأقليم تصريح أو أمال تأتي فيما أطرف مهمة في شرق السودان غابت عن هذه المباحثات بينها زعيم الحدندة ومحمد تيريك ما جدوا إذن هذه المحادثات والله هذا هو سؤال المليون دولار كما كان يغال بالعودة لاتفاق جبا الذي كنا نحن كصحافة سودانية نغطيه وكنا غريبين منه والذي أنتج مسار شرق السودان كان هناك توصية بالنسبة لملف شرق السودان تتحدث عن إقامة مؤتمر تشاوري في شرق السودان بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة ولكن نتيجة للأوضاع السياسية ونتيجة للإحتجاجات التي قامت لم يقم هذا المؤتمر إلى يوم الناس هذا رغم المشاورات التي أجريت هنا وتارة حمدان وتارة برهان وتارة عرمان وتارة 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 إلى أن ذهبت الأوقع تم اغتيال الحكومة وتفر الشيء الذي حدث بالتالي عندما يجلس الناس الآن هو يتحدث لمدة أربع أيام أو خمسة أيام ويخرجوا بموطن يعني لا أقول إعادة اختراع العجلة لكن أن يتحدث الناس على ضرورة توافق شرق السودان ويقامت عملية سياسية خاصة لشرق السودان بعد ثلاثة أشهر ما الذي سيكون مصيرها بعبر التاريخ مسار الشرق في جبا غاطعه النازر الترك وغاطعه عدد من الغيادات الغبلية لم يقم المؤتمر التشاوري الآن هذا المؤتمر غاطعه أيضا قوى من شرق السودان بالتالي المتوقع أنه لن يكون هناك جديد لا بد من وضع الأصبع على الجرح لا بد من القبول بالمختلفين لا بد من وقف حوار الزات مع الزات الذين يعرفون بعضهم البعض ويفهمون بعضهم البعض ويجلسوا مع بعضهم البعض لن يكون هناك حلول منتجة لأن ذلك جربناه في السابق بالنظر إلى أزمة شرق السودان يجب أن يكون الحديث بشفافية وضعه سيد عمر بالنظر لأزمة شرق السودان المعروفة مسألة القبائل والتوترات بينها ما طريقة الحل لجلس الجميع إلى طاولات الحوار الدعوة أن يكون هناك في هذه البلاد دعك من الأمم المتحدة دعك محترامنا الكبير لهذه المنظمات الدولية محترامنا للقوى السياسية محترامنا للجميع لا بد من دعوة لمنبر تفاوضي لشرق السودان وهذا المنبر التفاوضي مسلس الأضلاع تجلس فيه جميع الأطراف وأن يدخلوا هذه القاعة المخصصة لهذا المؤتمر وهم متساوين في الحقوق متساوين في الواجبات متساوين في إبداء الآراء ليخرجوا لنا بغضية بحلول وأن لا يكون هناك تسكرجي في الباب يمنع هؤلاء تسكر للدخول ويمنع هؤلاء هذا لن يغود لنتائج أنه مجرب في مسألة شرق السودان تعلم أن هذه الأزمة الأساسية في شرق السودان مسألة القبائل وهل هم متساوين فعلا في الحقوق ومن له الحق في الأرض كما له الحق في القرار في مسألة هذه الورشة التي دامت لأربعة أيام وذكرت بعض تفاصيلها سيد عمار من الملفات المهمة التي نوقشت هو غياب الدولة الفراغ الذي يحدثه هذا الغياب للدولة السودانية طرحت فكرة وهي الحكم الذاتي لهذه المنطقة شرق السودان هل فعلا هي فكرة أو طرح مدعوم من الكثير من الأطراف في الشرق السودان نعم الذين جلسوا في التفاوط أمس أو جلسوا في الورشة التي عقدت كلهم تحدثوا على أنه على التأمين على وحدة السودان وسيادة السودان على أراضيه وقيرها من الأمور لكن التفكير المركزي الذي يجعل قيادات من الشرق تأتي إلى الخرطوم ليتم الحديث حول غضايا شرق السودان وقيرها بهذه الطريقة هو الذي سينمي بقد النظر عن تتفق أو تختلف هل هناك مقومات لحكم ذاتي أو ليس هناك مقومات النقص عن العهود في تاريخنا السياسي في السودان كان ذلك موجود في جنوب السودان كان الجنوبيين يتحدثون عن وحدة السودان ثم أصبحوا يتحدثون عن الكنفدرالية ثم أصبحوا يتحدثون عن تغرير المصير ثم ذهبوا إلى حال سبيلهم ما بالك الآن بشرق السودان نفس المنوال يتكرر نخبة مسيطرة في الخرطوم ولا أعفي أحدا منها عسكريين مدنيين أمم المتحدة غيرهم موجودين في الخرطوم يريدون أن يقرروا لأهل شرق السودان ما الذي يجب أن يكون عليه الحال بالتالي رفض مسار الشرق بالتالي من المتوقع أن ترفت مكونات هذه الورشة بالتالي لن يكون هناك تمثيل لشرق السودان بالتالي بدل أن يتحدث الناس عن حكم ذاته أقشى ما أقشى أن يتحدثوا عن شيئا آخر لماذا؟ هناك مؤشرات أو بوادر هناك مواجهة الفيلة الذي داخل الغرفة من شرق السودان ولا أقصد الخرطوم هناك مؤشرات على هذا الحديث؟ سيد عمار تسمعوني؟ نعم هناك بيانات كانت تصدر نعم أسمعي كانت هناك بيانات تصدر في الفترة الماضية تتحدث عن تغرير مصير تتحدث عن حكم ذاته تتحدث عن غيره من الأمور لكن كان الناس يمدون حبال الصبر وإلى الآن ما زال الناس يمدون حبال الصبر على تقدير هذه المدينة أو هذا الشرق أعرفه بشكل من الأشكال الناس ما زالوا لديهم أمل في السودان الناس ما زالوا لديهم أمل في وحدة السودان لكن أن تأتي بهذه الأشكال وأن تأتي بهذه الأمور وألا تكون هناك جدية وأن يجرب المجرب ومن جرب المجرب غال العرب حاغت به الندامة لابد من مؤتمر في شرق السودان هذا المؤتمر في شرق السودان تكون هناك فيه مشاركة لكل القبائل المتساوية إذا كانت غبائل من الشرق إذا كانت غبائل وافدة لشرق السودان من دارفور أو من كردوفان أو من جبال النوب أو من الشمالية أو في أي مكان يجلس الناس مع بعضهم البعض متساوين في الحقوق واليهاجبات مايدة مستديرة يخرجوا بحلول عملية وأن يعقدوه في شرق السودان وأن يأتي لهم أهل الخرطوم لا أن يجلبوهم جلبا إلى الخرطوم ليقولوا لهم يجب أن تسهبوا في هذا الاتجاه أو يجب أن تسهبوا في هذا الاتجاه هذا أمر مجرب في تاريخ السودان وقاد لزهاب جنوب السودان ونحن نحب شرق السودان ولا نريد أن يسهب شرق السودان منا صحيح أنه به كل المكونات لديه ساحل على البحر الأحمر لديه قبائل لديه تراث لديه لقى لديه موارد لديه كل شيء من هذه الأشياء الذي تجعله يمكن أن يفكر في هذا الأمر حكم ذاتي أو قيره لكن ما زلنا نحن نريد شرق السودان أن يكون لكن هؤلاء النخب السياسي لأصحاب التفكير المركزي هم الذين سيدفعوا بجنوب السودان سيد عمال كثير من الملفات التي يمكن أن تناقش فعلا في مسألة شرق السودان بينها الحدود وبينها المهاجرين أو الهجرة قضايا الهجرة كذلك كانت لافتة ونقشت باختصى شديد في نسبة دقيقة هل طرحت أي حلول جديدة فيما تتعلق بالهجرة لم تطرح الحلول تتعلق بالهجرة وهذه مسألة حساسة جدا لا تمس شرق السودان تمس النيل الأزرق الذي لديه أيضا تقاطعات مع جنوب السودان تمس دارفور الذي أيضا لديه تقاطعات تمس الشمال الأقصى في شرق السودان لا بد من مؤتمر جامع بالنسبة لأهل السودان جميعا في هذه القضايا ليحدد الحدود المتعلقة بالانتماء مع أن الانتماء خيار وليس مصير يمكن أن يأتي إنسان من دولة أخرى ويكون مواطن سوداني ما دام أنه ملتزم بالحقوق والواجبات لكن لا بد من العودة لنظامة جنسية بدلا من نظام الرغم الوطني الذي كان موجود فيه كنت معنا من الخرطوم الكاتب الصحفي عمار عوز شكرا جزيلا لك